موسيقى انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى مستوى 2180 نقطة بانخفاض نسبته 10% وبلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 7.300.000 دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.700.000 سهم نفذت من خلال 3195 عقد وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 47 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و44 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لجميع القطاعات بنسبة طفيفة تقارب العشر في المئة قرر مجلس الوزراء منح العمال الوافدين المخالفين ومن كافة الجنسيات فترة 60 يوما لتصويب أوضاعهم تبدأ من تاريخ 16 من آذار الحالي وحتى 15 من أيار المقبل وقال وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطمين إن الوزارة وضعت عددا من الأسس لتصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين في المملكة تضمنت استفاء رسوم تصريح العمل الجديد خلال 30 يوما الأولى من مهلة التصويب دون أثر رجعي على أن يتم استفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال 30 يوما التالية وقال القطمين إن التصويب يشمل العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكمل إجراءات إصدار التصريح وكذلك العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب بالإضافة إلى العمال الذين انتهت تصريح عملهم والمعمم عليهم قرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصريح عملهم منتهية وأهب وزير العمل بالسادة أصحاب العمل والعمال الوافدين الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم وذلك تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين اختتم معرض صنع في الأردن الذي افتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أن شهد إقبالا وحضورا كثيفين وقدر عدد زوار المعرض بخمسة آلاف زائر على مدى ثلاثة أيام وكانت الأميرة عالية الطباع افتتحت المعرض الذي افتتح في السادس من آذار بدعم من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان وحضور السفير الأردني لدى دولة الإمارات نايف الزيدان يذكر أن المعرض الذي نظمته جمعية الأيد الواعدة الخيرية في الأردن يهدف إلى إبراز الأعمال والحرف التراثية الأردنية الغنية حيث تضمن منتجات من الملابس والأطعمة وأغراض منزلية ولوحات زينة وفنية وفسيفساء وقالت نادي الطباع نائب رئيس جمعية الأيد الواعدة إن المعرض يقدم فرصة لفناني الأردن ورجال الأعمال والجمعيات لعرض مواهبهم على مستوى إقليمي ودولي ويسلط الضوء على القدرات الأردنية المميزة والمبدعة وأكدت أهمية المشاركة في المعرض للترويج للمتجات المحلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق دول التعاون الخليجي وفي تحقيق التواصل مع الشركات العربية والدولية وتوسيع القاعدة التصديرية ودخول أسواق جديدة أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول ترخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني الماضي استنادا إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح ترخيص الأبنية في المملكة ويشير التقرير إلى أن إجمالية عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 3773 رخصة خلال شهري كانون الثاني الماضي مقارنة مع 2233 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2013 بارتفاع بلغ 69% وبين التقرير أن إجمالية مساحات البناء المرخصة بلغ 1256 ألف متر مربع خلال شهري كانون الثاني الماضي مقارنة مع 874 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2013 وبارتفاع بلغ 43.7% ترجمة نانسي قنقر